قيامة المسيح حقيقة لا خيال وأقول وأعني ما أقول بحسب الكتاب المقدس للأسف الشديد بعد آلاف وألاف وألاف الأدلة وألاف 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 الكتب والمكتبات التي تكلمت وتحدثت عن هذا الموضوع فالموضوع ليس جديدا وليس غريبا على أغلب المشاهدين ولكن للأسف في مجموعات إما مش فاهم حقيقة الصلب والقيامة فابتدأت تروج نظريات التي تحارب فكرة الفداء سواء كان الصلب أو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات والأغرب أنه بحاولوا يستخدم مواد مسيحية من مسيحيين يعني بيكون شخص مثلا لبرالة بيكتب مثلا لأنه في حرية في الغرب بيكتب عدم موافقته على شيء معين فبيخدوا القطعة أو بيخدوا مثلا الكلام اللي حكا هذا الكاتب ويتناسو ألاف وألاف الكتاب والتفسير حول موضوع وصلب وقيامة يسوع المسيح التفاصيل الموجودة والحدث في الكتاب المقدس في البشائر الأربعة في الإنجيل المقدس وأيضا في الرسائل المتعددة في الإنجيل المقدس كلها تشهد بإسهاب وبتفاصيل دقيقة جدا يعني اللي ساكن في فلسطين وسكن في القدس أورشاليم استحال إنه ينكر هذا الموضوع ولكن الأعمى لا يستطيع أن يرى نور الشمس فيستطيع أن يقتبس ويمشي ويسير مع القطيع بسبب قائد معين تكلم كلام وهذا بيخلق نوع من الكرهي والتنافر ضد المسيحية بدون أن يتعب نفسه ولو ساعة أو ساعتين يقرأ في الكتاب المقدس فدايما بالصفحات أو الصفحة على التواصل الاجتماعي الفيسبوك يعني بتلاقي واحد بهاجم نقطة معينة برددها مئات وألاف نفس النقطة نفس التعبير نفس الشيء وكل ما يتطلب أن يتعب نفسه أن يقرأ بس فقط سياق الحديث وأكيد رح يكتشف الموضوع من أساسه هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لإلنا كمسيحيين لأن حقيقة القيامة هي حقيقة مهمة جدا لأنه مكتوب تبرهن يسوع أنه ابن الله بقوة القيامة من الأموال وأيضا يعني تبرهن يسوع أنه حي وهو حي إلى أبد الآبدين فالقيامة تعتبر معجزة المعجزات تاج معجزات المسيح وتعتبر القيامة هي حجر الزاوية للإنجيل وتعتبر القيامة أساس إيماننا المسيحي بدون القيامة كل تصريحات المسيح ما إلها فيدي ولا إلها معنى بدون القيامة كل كرازتنا وكل معشتنا وسلوكنا لا يعني أي شيء في القيامة تعطي مصداقية وشرعية لهوية يسوع المسيح وتعطينا نحن الشرعية والمصداقية لأنه بشر بإنجيل المسيح ترجمة نانسي قنقر